بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري أيامكم سعيدة بولادة قمر بن هاشم أب الفضل عبا سلام الله عليه نسأل الله سبحانه وتعالى أن نحظى بدعائه الشريف عند الله وعند رسوله وعند أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين هل تعرف دعاء القفل والمفتاح للتربة الحسينية؟ جاء رجل للإمام الصادق عليه السلام وقال يا ابن رسول الله استخدمت تربة الحسين عليه السلام ولم أشفى فقال له الإمام الصادق عليه السلام لعلك لم تستعمل المفتاح والقفل فقال الرجل وما هما؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام تأخذ من التربة الحسينية بقدر الحمصة وتضعها في يدك وتقول اللهم إني أسألك بحق الملك الذي قبضها وبحق النبي الذي خزنها وبحق الولي الذي وسد فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعلها أمنا من كل خوف وشفاء من كل مرض وتأكل هذه التربة والتي هي بمقدار حمصة وبعد ذلك تقفل بسبع مرات سورة القدر يعني بعد أن تتناول هذا المقدار بمقدار حمصة من تربة الحسين عليه السلام تقفل بماذا؟ سبع مرات من سورة القدر تقرأ سورة القدر سبع مرات فاستعملها الرجل فشفية من مرضه إذن فالأذهب إلى آية الله الشيخ بهجة قدست روحه الزكية عندما سئل إذا لم يستطع أحد أن يصل إلى تراب قبر الحسين عليه السلام هل هذه التربة الموجودة الآن والتي تهدى؟ هل هي تكفي في مسألة العلاج؟ قال نعم تكفي ما دام هي من أرض كربلا تكفي هذه التربة الموجودة وخذها تربة جديدة لم يصلى عليها وخذ على مقدار حمصة برنامج صباحة الأيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام